اشتركوا في القناة هنعرف تفاصيل كتير جدا عن زينات صدقي بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعت النهاردة نرجو دعمنا بلايك للفيديو وكمال لو ما شاركناش نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الحصرية أول بأول الفنين زينات صدقي كلنا طبعا حبناها وأدوارها كلها كانت جميلة وصغير وكبير كنا بنحب نتفرج على أفلامها وأفلام الزمن الجميل أفلام الأبيض وسود كلنا كنا بنتفرج عليها وإحنا مستمتعين فالفنانة زينات صدقي كانت علامة مميزة في السلمة المصري وأدو أن هي الدفنت في مقابر الصدقة هنعرف يعني إيه دفنت في مقابر الصدقة وليه وإيه الحال اللي وصل بيها أنها تدفن في مقابر الصدقة وهل فعلا دفنت في مقابر الصدقة ولا دي إشاعة زي الإشاعات اللي بنسمحها عن الفنانين والممثلين سواء زمان أو دلوقتي وفي أحد اللقاءات في حفيدة الفنانة زينات صدقي قالت وصرحت وقالت إيه الحقيقة وقالت أن الفنانة زينات صدقي اتقال عليها بعد وفاتها أن هي باعت عفش بيتها وقالت أن البيت ده ما حصلش أن هي ولا باعت البيت ولا عفشه كمان وقالت أن هي عايشة في نفس البيت اللي عاشت جدتها فيه في وسط البلد وكمان أكدت أن ده ما حصلش وأكدت حفيدتها وقالت أن رغم أن هي مرت بأزمة مالية وابتعدت عن الأضواء تماما وقالت أن تحجز عليها من الضرائب لكن هي قدرت أن هي تتصرف لكن ما باعتش عفش بيتها وقالت أن باعت الفوزات وكمان السجاد العجم الغالي اللي كان عندها وقدرت والدتها أن هي كانت شغالة مكيرة وكانت مكيرة مشهورة وقدرت أن هي توصل لعشرين ألف جنيه للضرائب وقدرت هي تفك الحجز اللي تحجز على البيت والعفش وكمان أن هما ما باعوش أي حاجة وأن آخر أيامها كانت عايشة في فيتها ونيمة على سرارها كمان هنيجي بقى للنقطة المهمة اللي تكلموا عليها أن هي دفنت في مقابر الصدق ويعني إيه دفنت في مقابر الصدق إن إحنا عارفين أن الفنانة زينات صدقي واللي إحنا سمعنا دلوقتي إن حفادتها أكدت إن هي ما ماتتش فقيرة الحكاية إن الفنانة زينات صدقي كانت عندها مدفن اشتريته وكمان كان في أحد المسارح اللي هي كانت بتشتغل فيها كان في وقتها واحد كان شغال معاهم عامل من ضمن الناس اللي كانوا شغالين معاها في المسرح واتوفى وكان فقير فهي كانت طبعا تمتلك المدفن ده وقالت إن هو هيدفن في المدفن عندها وفعلا تم دفنه في المدفن اللي كانت بتمتلكه زينات صدقي وقالت لي حارس المجبرة إن يكتب على المدفن ده مدفن الصدقة وعابري السبيل وطبعا لما جاد زينات صدقي توفت فشيء طبيعي إن هي تدفن في المدفن اللي هي بتمتلكها فقالوا إن هي توفت وماتت ودفنت كمان في مقابر الصدقة وبكده يكون حلقتنا خلصة النهاردة وأرجو دعمنا بلايك للفيديو وكمان نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة دمتم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر